يقول قال أحد المعاصرين بأن السلف فرقوا بين الإيمان والعمل فجعلوا العمل شرط كامل في الإيمان هذا كلام باطل وما فرقوا ما فرق أهل العلم بين الإيمان والعمل فالإيمان لا يصح إلا مع العمل ولهذا عرفوا الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية خل بالك من هذا التعريف فإنه جامع شامل نعم